بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق المرسلين اليوم إن شاء الله نواصل في الشابتر 1 ونشوف اللي هو اللكتشر 4 نشوف اللي هو الانتراكتف كماند نبدأ إن شاء الله في المتلاب أولاً قبل ما أبدأ المتلاب على الصفحة الكماند وندو لازم تكون هذه الإشارة هذه البرمبت لازم تكون موجودة علشان أقدر أدخل أمر هذه إذا ما كانت موجودة كده معنا المتلاب موجهس خلاص إحنا هلا حطينا x equal 4 حطينا x equal 4 variable x اسمه variable متغير automatically allocated إيش معاني هذا الكلام does not require declaration of variable ما يحتاج أقول له إنه هذا عدد صحيح ولا عدد تخيلي ولا عدد حقيقي لا مباشرة يعطيه القيمة هذه أربعة وممكن بعدين تستخدمها في أي شيء آخر المتلاب nice but can get you trouble so be careful المتلاب سهل جدا لكن بسهولته هذه يجب أنك تكون حذر وأنك تكون يعني منتبه لأمور بسيطة قد تلخبط format of output بعد ما نفذ أمر مثلا قسمة أعداد أعداد كده ودي النتيجة تظهر كيف هذه هي format of output مثلا ناخذ قيمة المتلاب المتلاب نحن نعرف قيمتها هنا كم لو ضغط على كده على command window حيطيني ثلاثة فاصل أرباط عشر المتلاب معروفة عندنا ثلاثة فاصل أرباط عشر بس هو هنا أعطانا كم عدد بعد الفاصلة أربعة اعداد بعد الفاصلة لأنه المتلاب باي دفولت عنده 4 decimal place اللي هي الـ format short أقصر format يعطيها لك أربع عدد بعد الفاصلة هنا طب أنت ممكن تقول أنا أريد الأرقام اللي بعد الفاصلة هنا نقول لك استخدم الـ format long format long علشان يعطيها لك كم يعطيك عدد بعد الفاصلة 15 عدد بعد الفاصلة اللي هي موجودة عندك هنا 15 عدد بعد الفاصلة هل فيه format أخرى؟ نعم في الفورمات راتس هاي هي الفورمات راتس النتيجة اللي هيعطيك تو ريشيو يعطيها لك بنسبة اعداد نسبية وتكون اعداد حقيقية ما تكون واحد فاسر خمسة على اثنين فاسر خمسة لا لا تكون اعداد انتقرز اللي هي اعداد صحيحة اوكي لو اعطيته قيمة قلت له حسب لي قيمة البايمين جديد هيعطيك ثلاثمئة وخمسين على مئة وثلاثمئة هنا قال سمول انتقر ايش معنى هذي مثلا لو اعطيته سبعة على خمسة وثلاثين هيعطيك النتيجة كم يختصر واحد على كم خمسة ليش قسم الفوق على السبعة وتحت على السبعة ما يعطيك سبعة على خمسة وثلاثين لا يعطيك اقصر شي ممكن variable answer will take value of result command if no equal is sign اذا ما اعطيته equal اذا كان العدد اللي كتبت له ما فيه equal هو يسميه answer في الworkspace ايش معنى هذا لاحظ هنا انت عطيته A equal خمسة زايد ثلاثة حتروح للworkspace حيقول لك A قيمتها كم ثمانية A قيمتها ثمانية زي ما عرضها هنا على الشاشة طب اذا ما عطيته اذا ما عطيته النتيجة اللي هي equal لاحظ هنا ما فيه equal ما فيه equal مباشرة A زايد اثنين فانت ما عطيته اسم حتروح للworkspace بأي اسم باسم answer قيمتها 10 هو يعطيها قيمة answer لماذا؟ لانه السمي كولون السمي كولون هذا في نهاية الخط لاحظ هنا اللي هو هذه الإشارة اللي موجودة عندي هنا موجودة على حرف الكاف بدون shift هذه لو عطيتها له ما يظهر لك النتيجة لاحظ هنا هنا في هذه ما حطيتها له أعطاك A equal ثمانية هنا ما يعطيك شيء لا مباشرة يحفظها في الworkspace لكن ما يظهرها لك على الشاشة شايف هنا ما عطيناه السمي كولون أعطانا B equal كده أما هنا لا هنا مباشرة قال لك يلا روح للأمر اللي بعده مباشرة هذه استخداماتها كثيرة لما نكون عندنا برنامج وفيه أسطر كثيرة وما ودنا يظهرها على command window إذن في كل نهاية واحد منها نعطيه اللي هو السمي كولون كده الفاصل الموقع الموجودة عندك على حرف الكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته